وشكده مرسل كلب بعد الخسارة من ريال مدريد في تصريحاته قال انه عنده احباط شديد بسبب الخسارة امام ريال مدريد في نصف نهاية المنديال وقال ان الفريق كان بيتطلع للنتيجة افضل خلال المباراة وقال ان الاهلي بدأ المباراة بشكل جيد لكنه لم يستغل بعض الفرص اللي لاحت لي وتحلى الفريق بالشجاعة بعد اهتزاز مربعه بالهدف الاول وقال ان الفريق تحسن بشكل كبير وهيكون افضل في المستقبل وقال ان هو بيتولى المسئولية منذ عدة اشهر ويعمل بشكل مستمر على تطوير مستوى الفريق بالمناسبة مارس كولر يعني تقريبا هو كان جاي في شهر التسعة يعني تقريبا بقاله خمس شهر وشوية اداء النادي الاهلي تغير 108 درجة مع مارس كولر وانت متخيل ان مارس كولر مع فترة اكبر مع النادي الاهلي الاداء هي بعمل ازاي تكلم على المستوى الفردي للعابين تطور على المستوى الجماعي تطور على المستوى الدفاعي تطور للفريق على المستوى الهجومي تطور راجل بيخسر اول مباراة من 22 او 23 مباراة لعبهم مع النادي الاهلي اول مباراة يخسرها النهاردة لما يخسر يخسر من مين يخسر من ريال مدريد ضرب كبير جدا بصراحة